إذن متبعينا كرام نعودوا إلى الموضوع المباراة للمنتخب الوطني المغربي الأولمبي وفوزه على المنتخب الأرجنتيني أي نعم الفوز المنتخب المغربي على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد سوف نشرح ما حصل وتلك المسائل والموضوع الدراماتيكي الذي حدث مع المنتخب المغربي والفضيحة الحكم لتكلمنا عليها في الفيديو السابق بداية أعتدر لأنني كنت أتكلم حول هذا الموضوع أو على هذا الموضوع في ساعاته لكن أدروني لأنه كانت عندي بعض الالتزامات إذن خليناها في الفيديو السابق أن المباراة كانت قد انتهت بهدفين مقابل هدفين تعادوا والفضيحة التحكيمية اللي وقعت أن الحكم السويدي زاد للمنتخب الأرجنتيني 15 دقيقة كوقت بدل ضائع 15 دقيقة وتخيلوا معي غادي التالي 15 دقيقة وفي الدقيقة 16 غادي ماركيو الهدف للتعادل يعني المنتخب الأرجنتيني غادي ماركيو الهدف للتعادل والحكم غادي صفر وفي الصفر الحكم ظن الجميع أن المباراة قد انتهت أنه وصل في سلاة المباراة وخصوصا بعد غضب الجماهير المغربة اللي كانوا حاضرين في المباراة وكانوا نزلون للملعب وكانت هناك حالة من الغضب بسبب ما قام به الحكم وبسبب التصرفات المنحازة اللي قام بها طوال المباراة كان منحاز بشكل كبير للمنتخب الأرجنتيني ثم زاد لهم 15 دقيقة والسنة حتى ماركيو عاد باش صفر ثم اللي غادي تدخل غادي تدخل اللجنة الأولمبية الدولية دالت إجتماع طارق والشام عد قريباً لتسعين دقيقة ساعة ونصف وهم دالين هذا الإجتماع باش يقرروا على أنهم غادي يزيدوا ثلاثة دقائق غادي يزيدوا ثلاثة دقائق وغادي يعلنوا على أن المباراة ما سلاتش وغادي يقولوا بأن المباراة ما سلاتش بسبب الجماهير ففي تلك الدقائق الثلاثة غادي يقول لك وغادي يرجعوا الفار باش يتأكدوا باش هادك الهدف دين أرجنتين صحيح ولا ماشي صحيح وفعلا الحكم غادي يكون مضطر أنه يرجع لي الفار وغادي يتأكدوا بأن هادك الهدف ماشي صحيح وكان فيه تسلع فبالتالي تم إلغاء ذلك الهدف دين أرجنتين وبالتالي في تلك الثلاثة دقائق اللي زادوا غادي تعتبر المنتخب المغربي هو الذي انتصر أخيرا بعد ملحمة في الملعب وبعد ملحمة ضد التحكيم وبعد الشماع طويل ديال اللجنة الأولمبية الدولية التي أنصفت المنتخب المغربي لأن المباراة كانت أصلا بنفس النتيجة هذا القديد يجب 15 دقيقة وزاد ليهم 16 دقيقة ومع تلك الثلاثة الدقائق الإضافية هي 19 دقيقة اللي زادت 19 دقيقة كوقت بدل ضائع باش الحكم يعطي للمنتخب الأرجنتيني فرصة أنه يتعادل مع المغربي الحكم سويدي وبطبيعة الحال كما ذكرته في الفيديو السابق ركانت العديد من التصرفات في الملعب أثناء المباراة اللي كانت كتبين بأن هذا الحكم كان منحاز بشكل كبير للأرجنتين على كلين الآن بعدما تم الإعلان رسميا عن فوز المنتخب المغربي ضد المنتخب الأرجنتيني مجددا اسم المغرب يستع في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير كل شيء يتحدث على هذا المباراة كل شيء يتحدث على الفضيحة ديال الحكم كل شيء يتحدث على القرار ديال اللجنة الأولمبية الدولية وكل شيء يتحدث على المغرب وهزمه للمنتخب الأرجنتيني وبالتالي الاسم ديال المغرب الآن متداول بشكل كبير وعلى أوسع نطاق في مواقع التواصل الاجتماعي وكل شيء يتكلمت عليه في الفيديو السابق راقت لكم بأنه كان شيء يتحدث على أن الاسم ديال المغرب يتداول مجددا بهذه الطريقة يتم تداوله بهذه الطريقة خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي والأنترنت بصفة العامة والمواقع والصحف خصوصا تلك المعنية بالشأن الرياضي فبالتالي لا تستغربوا إلا كنا قد نشوفوا حكم منحاز ولكننا قد نشوفوا قرارات منحازة ولكننا قد نشوفوا مجموعة من الأمور الأخرى ما قامت به اللجنة الأولمبية من إنصاف للمغرب وإجبارها الحكم على أنها ترجع للفار را ليست وليدة الصدفة بل هناك شخصيات مغربية وازنة التي كانت في اللجنة الأولمبية الدولية وكذلك كان هناك ضغط من المغرب لكي أن هذه المسألة تدار بشكل صحيح لأنه لا يعقل أنك تزد لهم 15 دقيقة كلابو 16 دقيقة كيماركيو ثم تعلن نهاية المباراة ثم تقول بأن المباراة ما سالاتش ثم لا يوجد هناك تأكيد على أن ذلك الهدف الصحيح ولا ماشي صحيح قدر يكون فيه تسلل فبالتالي إذا كنا نعتمدنا على هذا الحكم لكنت النتيجة ستبقى هدفين لهدفين لكن بما أن المغرب عنده تأثير دياله على اللجنة الأولمبية الدولية عنده اسماء وازنة مثل النوى المتوكل وهي عنده واحد منصب وازنة في هذه اللجنة فكان لزاما عليها لأنها دخل دارة إجتماع ديالساعة ونصف أنصفت المنتخب المغربي نحن دائما نقول دائما نقول ما كنا نريد تشجيها على أنها تجي في الصف ديالنا نحن نريد تطبيق القانون فقط لغير تخيلوا معي متابعين الكرام هذه المسألة لو كانت حدثت في الكاف تخيلوا معي هذا السيناريو لكنه يوقع في الكاف لو كان قل لك سأخذوا لجنة الإنضباط وثنة الإنضباط وثنة الإنضباط وثنة مطبئة وثنة الخوية يدوز الشهر الأول يدوز شهرتين يدوز شهر ثالث يحدث يخل وقت تنسى الموضوع ويشدون عليه يشدون على الموضوع ويغلقوا الموضوع وصفهم يعودوا شيء يتكلموا عليه تماماً كما حدث مع القضية نهضة بركان لكن حينما تكون لجنة أو جهاز أو مؤسسة أو شيء حاجة التي تحترم القوانين وكتفرض عليها على أنها تطبق القانون ونرى تطبق القانون في ساعتها ما يكون لسنة اللجنة الفلانية تجتمع ولا تنة الأسبوع المقبل ولا تنة الأربعاء المقبل ولا تنة فلان يأتي أو اللجنة المركزية أو اللجنة التنفيذية أو اللجنة الزمارك القانون كان يتطبق في ساعتها وهذا ما يجب أن يوقع من الكاف وهذا ما يجب أن يقوم من الكاف في المسألة وفي الموضوع ذات بركان خصوصاً أن خرق القوانين كان واضحاً كان واضحاً بشكل كبير احتجاز اللاعبين قرصانات الملابس قرصانات معرف تنو الاعتداء على اللاعبين لم يجب أن يدخلوا الملعب مجموعة من الأمور التي وقعت أمام الأنظار الكاف مع ذلك حتى هذه الساعة ما زلنا كنستنهم ما زلنا كنستنهم شاهدوا حينما حدثت هذه المسألة في الألعاب الأولمبية كان هناك عدم الإنصاف وكانت هناك مجموعة من الأمور اللجنة الأولمبية طبقت القرارات في يوميا في ساعتها في لحظتها وتم إنصاف المتخب المغربي تخيلوا هل يكون تطبق في الكاف لأنهم ساخت الولدين هذه الزريبة الحيوانات الإحدى لأنهم دخلوا السياسة في الكران لأكثر في أكثر من المناسبة وعينا نتكلموا وعينا نوضحوا وعينا نغوتوا وعينا كذا والكاف ما زالت عند نفس المسألة على كل في النهاية يا منتبعين الكرام كالقلمة بروك للمنتخب الوطني المغربي الأولمبي هذا الانتصار المستحق بروك عليهم الفوز للمنتخب الأرجنتيني وسوف أراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل